اشتركوا في القناة 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 كان في عمل بيني وبين أستاذ عبدالبنعم عمايري وهذا العمل ما تم لأنه بلشت أزمة الكورونا أنا بحترمه كتير على الصعيد الشخصي وبحب فنه اللي بقدمه وبواجهه له تحية عبدالكاميرا هي كل الخبري ما كانت جدية لأنه اتخذت على هيدا المنحة برجع بإلك هذا موضوع شخصي ما بحب فوت فيه بحال كان جدية ولا مش جدية بحب دالي هيك تركتها مثل عشرين عشرين حدلها معلمة خليها هيك حرقها لتدلك عارف بدك هي سدية ولا مش جدية مرحل لك طيب هلأ عسعيدي التمثيل عندك عندك فيلم جديد فيلم مصري عندي أول بطولة سينمائية لأليه فيلم بعنوان الشنطة بطولتي أنا والنجم بيومي فؤاد مع في كتير ضيوف شرف من بياناتهم داود حسان عبدالله بالخير إن شاء الله هذا الفيلم بينزل على أوائل السنة الجديدة بدور السينما المصرية وفي شي غير على سعيد الدراما ومسلسلات؟ طبعا في عندي مسلسل العربجة هلأ رمضان اجي مع الفنان باسم ياخور والنجمة كارث بشار خراج المخرج تامر اسحاق حبيب قلبي يعني كلمة أخيرة بتحب توزيها لجمهورك عبر موقع الفان وشو بتتمني لهم بـ 2021؟ إن شاء الله 2021 تكون أحلى من 2020 اللي هي السنة ما أنا محسوبة من حياة الجميع بحبكم كتير تابعوا أعمالي لأن أنا بحبكم وأنا كل شي بقدموا بقدموا لألكم ديم اليوم نحنا موجودين ببيت ديكوري كتير مهضوم مع الفناني دانة حلبية شو القصة خبرنا؟ أول شي هدا البيت اللي شايفه هو بيدي بتعرف الـ art direction دايما يعني حطوا بكل شي بالبيت إذا بتشوف from details وهايك بشتغل كتير على هالألوان صراحة هدا أول مرة يعني منصور فيه للبيت as video clip دانة لأنه بتربطني فيها علاقة كتير يعني وطيدة وكأنه صارت حدا من العيل قلت له ليك لي ما مصور عندي بالبيت والغنية لأنه شوية مهضومة إذا بتحس شوية البيت فنكي وقلوانه كالورفل سو قررنا أنه يكون هون المودبورد تكون الفكرة كله هون الإيديا شوي كريبي بذات الوقت فينتج على 80 على هيك وبتحس أنه في فكرة بالآخر يعني بيصير شي بخلي بخلي إنه كل الـ color تبعلي كليب وهيك إنه تنقذ إنه شو صار فبتكون هي عاملة دار بصغير ونهل رات بكرة بتشوفوا بلي كليب ترجمة نانسي قنقر شكرا